اشتركوا في القناة وده رقم قياسي والمرادي هو التلاتاشر نتكلم على تمن ألقاب قدر النادي الأهلي حقاها والبدالة وحضراتكم تفتكروا اتنين وتمانين يعني اتنين وتمانين كان اشان تيكوتوكو سبعة وتمانين كان الهلال فتر التوقف بقى تسعينيات والتسعينيات دي كانت لها يعني ظروف وملابسات كده لكن الحقيقة العشرة الأوائل من الألفات الجديدة كانوا انطلاقة ولا أروع يعني استعاد المرض الأحمر مكانته وعرشه في القرى الأفريقية في 2001 بالفوز بدوري الأبطال مرة تانية 2005 بقى فترة زهبية ليه 2005 2006 2007 2008 4 مرات بيوصل فيه من نادي الأهلي النهائي متتاليين كسبنا منهم 3 مرات كسبنا 2005 2006 النجم والصفاقسي واخسرنا 2007 أمام النجم السحلي في القاهرة وكسبنا القطن الكاميروني في 2008 في جروة المباراة اللي فكرت حضراتكم بيها في السادسة واستعرضنا تتويج مرسم تتويج النادي الأهلي بيها يمكن من أيام بسيطة جدا وكانت برضو بتتلعب في شهر نوفمبر وبعد كده 2012 2013 كانت طبعا 13 دي كانت النسخة الأخيرة اللي فاز بها النادي الأهلي رغم ان احنا وصلنا بعدها مرتين برضو للنهائي يعني الأهلي بعد احنا فزنا 2013 دوري أبطال 2014 كونفدرالية وصلنا الهائي دوري أبطال قدام الوداد 2017 والأسف شديد جدا خسرنا البطولة وصلنا في 2018 قدام التراجي وبرضو وصلنا للبطولة لكن المشوار مشرف جدا ترجمة نانسي قنقر